متى تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين؟ سؤال يكرر نفسه في كل يوم وعام وفي كل ذكرى لحرية الصحافة في اليمن حيث يدفع الصحفيون ثمنا باهظا ليس لجرم ارتكبوه أو خطأ اكترفوه بل لأنهم فقط قرروا إيصال الحقيقة بالصوت والصورة أكثر من أربعة أعوام على الحرب أصبحت الصحافة اليمنية من أعظم الضحايا تعرضا للتعسفات حيث تمارس بحق العاملين فيها انتهاكات مختلفة كالسجن والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي والقتل والحكم بالإعدام التاسع من يونيو من كل عام يوم الصحافة اليمنية يأتي هذا اليوم وما يزال وضع الصحفيين في تدهور جراء الإقصاء والملاحقات والاختطافات وصولا إلى الفصل من العمل وإيقاف الرواتب منظمات دولية وصفت وضع الصحافة اليمنية بالمخيف خاصة منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء حيث انهارت الصحافة بشكل تام الأمر الذي جعل اليمن يحتل المرتبة السبعين بعد المئة في البلدان الأكثر انتهاكا لحرية الصحافة نقابة الصحفيين وفي جديد تقاريرها طالبت المنظمات الدولية بالضغط على أطراف الصراع لإيجاد بيئة آمنة للعمل الصحفي واحترام مهنة الصحافة وحق الحصول على المعلومات مشددة على سرعة إطلاق رواتب كافة العاملين في وسائل الإعلام ورفع العقاب الجماعي عليهم وإلغاء الإجراءات التعسفية في فصل عدد من الصحفيين من وظائفهم الحكومية 12 صحفيا لا يزالوا مختطفين لدى ميليشي الحوثي يقاسون أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي يضاف إلى ذلك مثولهم لمحاكمات غير شرعية وهو وضع مأساوي تتضاعف قساوته من يوم لآخر